الغربال المباراة كان لها ظروف صعبة جدا مستر بيتس المرسماني المدير الفني يمشي النادي يقرر تكليف الكابتن سامي ومسان بمهمة المدير الفني الاهل يلعب المباراة منقوص تقريبا 12-13 لعب الدوليين والمصابين ويحرم من لعبيه الدوليين اللي رجعوا ليلة المباراة من كوريا لكن ما كانش ينفع يلعبوا الناس كتيرة إلقت على الآلي مدرب جديد زي كابتن سامي ومسان شاب في أول مهمة يأخذها في الدوري ثم العدد الكبير اللي غايب وإذا بروح الأهلي وروح الفنيلة الحمراء ومسؤولية اللعيبة وكفاءة كابتن سامي ومسان تكون في الموعد ويقدم الأهلي عرض أمتع به الجماهير جدا وطير به الدخان خالص وفاز بالأربعة وكان ممكن يفوز بأكتر من كده افتتح حسين الشاحات الأهداف في الدهاء 25 طاهر سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدهاء 31 أحمد عبدالقادر الثالث في الدهاء 57 والحاوي وليد فليمان في الوقت البديل بيسجل الهدف الرابع وفرس بن عفيفي أو عيفية سجل هدف إستر الفوز ده يا جماعة رفع الأهلي رصيده به إلى 40 نقطة من 17 مباراة فقط وإستر نيكمبني في المركز الأخير ب13 نقطة الزمالك بيتصدر ب44 يعني الأهلي بيقل عنه ب4 نقاط لكن الأهلي له 3 مباريات مؤجلة عن الزمالك برامز الثاني عنده 43 نقطة من 21 مباراة يعني برامز أيضا له مبارتين مؤجلتين كابتن سامي أمصان كان يعني ده ملخص المباراة والأهداف كنت أعلق من المباراة دي مؤكد وأنا قلت لك رأيي يعني طبعا فطرة التجهيز لهذه المباراة كانت يشبها اضطرابات وغموط ونقص عددي وبتلعب مزير الدوليين وحسنا فعل النادي قال إن مداش فرصة حد يتحجج رغم إن الرابطة طلعت قال لك الأجندة الدولية انتهت وكل نادي يقدر لعب كل اللعب وهنا لازم أشكر كابتن علاء عبدالعال لو أن النادي الآلي أراد أن يحفز لاعبه بمليون محاضرة ما كان سينجح لو لا التصريحات اللي قالها الأستاذ كابتن علاء كابتن علاء قال إيه؟ لا قال لي وديانج ما لعبش في إشارة واضحة إنه لا أنا قادر على الباقي بس لما لعبش أنت وعدتونا فالنادي اللي قاله خلاص إحنا وعدناك تعالى سامي أمصان وفرقته وكأنهم أرادوا أن يرسلوا رسالة ما إحنا مش شوية برضو كابتن علاء ما يصحش أنك كنت تقول ما ينفعش فلان يلعب رغم من لواحب تسمح له بتسمح له سببين حتى لو كنت جوا الأجندة الدولية إن فرقته ما عندهاش استدعاءات طب أنا ما عنديش استدعاءات ما لعبش إليه هو أشرب من شرق مش لعب كاس مصر ما استدعيش ما استدعيش لمنتخب الماري ما استدعيش فلعب مع الزمالك ضد الداخلية وسجل نقدر نقول ما أنت لعب دولي لا أشرب ما ألعبش مش معقولة يعني ورغم هذا حسناً فعل وحسناً فعل النادي الألي وحسناً فعل سامي ومصان وفريقه لأن أدموا لنا مباراة بتقول أن الأهل يستطيعنا تغلب على الصعوبات واللي ساعد على جمال المباراة مستوى وانا قلت لك الفرقة هتبقى هتبقى متفرغة طول الفترة بفتت بتتمرن على الماتش بتدرسك وإنها دعمت مع ناصر كويسة فقدمهم ماتش كويس ومن حسن الحظ أنهم يقدموا ماتش كويس عشان نشئيك يتقلقوا نشئينك يتقلقوا مصطفى شبير طلع قدامنا دلوقتي كرتين في منتهى الخطورة والروعة والمرونة واليقزة ويعني جن على أعلى مستوى بشيء طلع على واحدة غلط لأن المدافع اللي حسها براسه فعدت منه وحسن عظم اللي وراه غطاه لكن لما تشوف أداء الحركة أستاذ إبراهيم بدنيا بسم الله ما شاء الله عليه وبإذن الله كابتن شبير ما تزعلش مني وأكد مش هتزعل مني حيث بقك عد أيوب بس ربنا يقي شر الكلام الكتير وربنا يقي شر نفسه إنه ما يصدعش إنه هو لسه عمل حاج إحنا عايزينك تقعد بقى لسن خمسين سنة بس تتواضع تتواضع شخصيته ما شاء الله عليه أنا عجبني عجبني جدا وبتعلم من أخطاء ودي فكرة برضو إنك أنت يعني هم من حيث القدرات وماشا بتاعته ماشا الله مهوب من حيث الخبرات هتيجي مع المشاركة إن شاء الله وحتى الكورة بتتشط عليه رايح مع كل كورة أي طيب ده بقى عن المباراة هو مكاسبها لأن الحقيقة كل اللعبة كانوا في حالة جيدة جدا في حالة نشوة حتى فيه انتشاء فيه سعادة الكل بلعب حتى من الناحية البدنية كله خفيف أثبتت لي إنه الأيام عدت سريعة جدا في مطلع التسعينات انفردت أنا بخبر لرحلة أنت قمت بيها أنت وكابت محمد رمضان خلينا أقول لك بقى تعرفت من محمد رمضان لأن يوميا كنا متفين وروح مشوار فقال لي أنا رايح أنا والمهان سعادة لمكان رايح فين قال لي رايح شبين الكوم ما رداش يقول لك بس لما خلص رجع قال لي جبنا لعيب كويس أو اسمه سامي أمصان من شبين الكوم وأنا انفردت بقصة ضم هذا اللاعب وهو تحت السن أعتقد راح المنتخب اللومبي مع كرول بعده لا ده 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 روح جيبتوش بين انت ورمضان هو رمضان يعني قال لي فيه لعيب كويس اي اسمه سامي أمصان أه واخوه كان لعيب قديم وانا تواصلت والولد عنده رغبة جن كان محمد رمضان مدير كورة أه فالطوله طيب عايز مني ايه انا قلت لك بقى انت اللي بدي شغلتك بقى دي بتاعتك انت اي كذا 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 قلت له طيب تبقى مم تقديري كده تقييمي للأمر قلت انا مش هقدر انا عايز اخلص وانا قاعد فروحت الادارة المالية قلت لهم بدون شيك متوقع وعلى بيض مم عشان انا حكت بالرقم وانا قاعد بطفاوض مم وكابت الرمضان هيبقى موجود معايا لو رمضان مكانش معايا وحكتب شيك قدامه انا مكنش هقولهم مدون شيك على بيض ها لان انا خاف اكتب شيك ما يوفقوش عليه اهو اكتب شيك كان ممكن يوفقو على قل منه اي فروحنا فات علي مع ربيته وروحنا على شبين وبعدين قال لي قبل من روح شبين هنفوت على البيت عنده عشان نقول له اخوك خلي اللعيب انا اللي قلت له خلي اللعيب استان دوباي لان يجوز احتاجه في اي وقت تحسبت لأي حاجة واللي تحسبته لقيته لقيت شخص مهم من اعلى الاندرية المنافسة موجود وقيتو جايين فرمضان اقول لهم انا واخد معاه قالوا اه بس دا فلان دا موجود دلوقتي مكن من فراه ابو النصر لا لا اه مش مهم بقى الاسماء اه المهم يعني هو طب الحل قالوا طب هم موجودين في القوضة دي احنا نروح قوضة تانية بس هنعمل ايه قلت لهم ولا نعمل ولا نساوي انتو بالنسبة لكم لكم مطالب مادي اللعيب هو اللي بيختار النادي ولا انتو يعني هتفضلوا الناديين لا احنا بالنسبة لنا الرغبة اللعيب هاي اللي هتفش هتلم تطمون كنتبعته وتجبوه هنجيبه منين دلوقتي هتلم هو ما تتكلم اخوه انا بيقولول اخوه اخوه بيقولولي هنا هو زي وليه امره هو يجبهولكم اخوه كان لعيب على فكرة ومدرب كان مدرب وكان مصاب المهم يعني وانحنا عاديين على مجه سامي سامي تك 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 رحتم طلع الورقة والقلم من الحوار والحديث رحتم كاتب خمسون الف جنيه هم هو قعد فوق كده وانا تحت ورحتم بريها لرمضان راحتم كده رمضان ايه ده يا كابتن ده قلت له الشيك خمسين الف جنيه بعد ما جه الولد بقى وقال له لا انا مش هلعب غير للأهل طب اكتب لنا ايه هم قالوا له اكتب لنا اقرار وارجعت انا واسامي ورمضان عن نادي الاهل وانا قاعد كانت الساعة وصلت اربعة كده بعد ضغر فانا قاعد لقيت تليفون خالد مرتاجي صح كان خالد في المركز الولوجي كان مسك كان مسافر مثلا انت بيكلمني التلات مسافر الجمعة قال لي بممكن تتعلم تبعتولي دلوقتي على الهل اعتقد كانت دورة وديها في جنوب افريقيا كان دورة في جنوب افريقيا قال لي ممكن تبعتولي طيب دلوقتي على المركز الولومبي قال لي بعتولي دلوقتي ياسامي اطلع المركز الولومبي مستر كرول عايز يتعرف عليك بالليل نزل التمرين واتمرن معهم تاني يوم الصبح لقيت كرول بيكلمني بيقول لي انا عايز الباسفور بتاعهم خدوا والماتش ده اعتقد ان عصام الحضري اول ماتش له ده ولي كان منتخب اولمبي دورة وديفق قبل كاسل الامم بتاعت اربعة ودسعين ولعب هو سامي واعتقد ان كابتن حازم امام كان في المنتخب ده انا انا في الوقت ده وسامي امصار عمل هدف وجاب جون قسمنا ثلاثة واحد جاب جون وعمل جون تعرف الدورة دي انا فاكر حوار ليه مع كرول قال لي سامي افضل من حازم بس الفرق بالاتنين انه حازم بيلعب في النادي منتظم فعنده خبرات هو كان سامي فيه زي عمر سماكة المهارة في الدريبلنج والنشوء بس سامي كان عنده ملكة التهديف كمان وطبعا على خلق وشخص المهم يعني ما عرفش ايه اللي فكرك بالحكاة دي انه سامي بقى مدير فني اه فهو يستحق الحقيقة الدعم واعتقد ان اللعبة كانت على قلب رجل واحد ده اللي انا بقوله بقى طيب المونتس عدلي حكى قصة قربت على التلاتين سنة لكن بقي انه مياه كثيرة مرت في الناهر واصبح سامي امصان هذا اللاعب اللي تحت السن جابه المونتس عدلي من شبين الكوم مع الكابت المحمد رمضان اصبح الان المدير الفني للاهلي قدم اوراق اعتماده للجماهير وللخبراء مبارح